رحبت الأوساط السياسية في نجف الأشراف بالاجتماع الذي عقد اليوم بين زعيم تيار الصدري مقدد الصدر ورئيس إقليم كردستان تيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأيضا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والذي جاء ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني للمساهمة في تقريب وجهات النظر للإسراء بتشكيل حكومة وطنية تمثل أبناء الشعب العراقي وكذلك رفض التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومة المبادرة التي أطلقها مسعود بارزاني مؤخرا مبادرة لابد منها لإيجاد حل حل الوضع الراهن والانسداد السياسي الحاصل خصوصا بين أطار التنسيق والتيار الصدري ما بقى نشي على الجلسة البرلمانية أيام تفصلنا فقط فيجب أنه تكون أكو توافق بين الكتل السياسية باعتبار هذا العرف السائد منذ العام 2005 لحد الآن أنه لازم يكون أكو توافقية لا يمكن تشكيل حكومة بدون إطار التنسيق وخصوصا الإطار التنسيق لوحها مؤخرا بأنه لا يرغب بالخروج من تشكيل الحكومة والذهاب إلى المعارضة زيارة اليوم كانت واضحة رغم أن الوفد لم يدلي بأي تصريح ولا يوجد مؤتمر صحفي نعرف من خلاله ما تمخض هذا الاجتماع لكن بدأت كل الأوضاع السياسية تتوضح للشارع العراقي خصوصا وأن مشروع الصدر ماضي ومجيء ممثلي عن الصحراء والجبال إلى الحنانة حنانة جاء تثبيتا لمشروع الصدر في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ترجمة نانسي قنقر